المدعى بينها وبين تبادل الأسرى المخطط يؤمر يذكرنا بمعاناة أسرى الحرب وإننا نكون قلقين بشدة بشأن علاج أسرى الحرب والتعامل معهم ومنذ شباط فبراير 2022 قابلت للمتعد أكثر من 82 أسير حرب أوكراني عادوا من روسيا وفي الأسبوع الماضي زملائنا في بعثة رصد حقوق الإنسان قابلوا 31 أسير حرب عادوا مؤخرا وما نسمع في هذه المقابلات يقلق بشدة ومزعج بشدة ومروع وقليلون جدا الذين استطاعوا التواصل مع ذويهم خلال احتجازهم أكثر من 90% يقولون أنهم تعرضوا لتعذيب وكثيرون لم يحصلوا على غذاء ولا دواء ولا رعاية صحية ونحث الاتحاد الروسي على تقديم تحت إمكانية الوصول للمفاتشين الدوليين المستقلين والوصول إلى أسرى الحرب والأطراف ينبغي أن توفي التزاماتها بمجابي اتفاقيات الجنيف ونحيي أوكرانيا على تقدم محرز في هذا الإطار وفي مطلع هذا الشهر رحمنا بالتبادل لأسر الحرب بين أوكرانيا والاتحاد الروسي وأن ظروف حادثة الأمس ومصير الأسرة لا ينبغي أن يستغل بشكل غير نزيه وأن نحث الأطراف على موصلة تبادل أسر الحرب والأسر على الناحياتين بحاجة إلى العادة لم يشمل مع أحبابهم هذه الحرب حرب تم اختيارها وتدعياتها مأساوية على الجميع وأن نراها جميعا وتوظمها استمرت في المزيد من القتل والدمار ستحققاني والأولى المتحدة مستعدة لدعم أي جهود لإرساء الأرضية من أجل لسلام دائم وعادل وشامل وشكرا أشكر السيدة ديكارلو وأعطي الكريمة الآن للأعضاء الرغبين بالإدلاء ببيانات وأبدأ بالاتحاد الروسي شكرا حضرت الرئيس لإنهاء تبدولنا الإجرائي أقول سريعا أن العمل الذي ذكرته نظرا وعلما بأهميته الكبيرة فلا دور له في مجلس الأمن ولا يدخل ضمن قواعد والمواد والمواد لم تكن إلا كمرجع حينما أشرت إليها ونأسف أنكم حددتم بدلا مننا مدى الحاحي الجلسة التي طلبنا بعقدها وبعد حادث إرهابي السابق كانت الرئاسة الأكوادورية حددت الموعد في اليوم التالي مباشرة وهذا يختلف مع ما فعلتموه وهو أمر غير مرضي ومؤسف مرة أخرى نتحدث الرئيس نجتمع هنا في بعض عمل شنيع قام به نظام كييف فإن أوكرانيا أسقطت طائرة نقل عسكرية روسية كانت تحمل 76 راكب ستة أفراد تاقم الطائرة وخمسة وستون أسيرة حرب وثلاثة أفراد عسكريين وبسبب الطيار الذي كان يحاول ابتعاد بالطائرة عن المناطق السكنية ولهذا لم يعاني أي مدنيين على الأرض وهذا يظهر أننا كل الأدلة الأولية تظهر أن هذه كانت جريمة متعمدة وكانت أوكرانيا تعلم برحلة طائرة حق العلم وتعرف التبادل الأصل الذي كان سينعقد وكان المفترض أن يكون هذا بالأمس في النصف الثاني من اليوم ولم تكن هذه العملية الأولى من نوعها ولكن هذا النظام في كييف لسبب غير معروف قرر أن يخرب عمليات التبادل بوحشية كبيرة